إن شاء الله تعالى أقف وقفات أسأل الله أن يجعل فيها النفع للمتحدث ولمستمعين وأن يجعل فيها البركة وهذه الوقفات مع سورة عظيمة من سور القرآن وهي من قصار السور وهي سورة العصر قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بدأ الله هذه السورة بقسم والله تعالى أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة وإذا أكد الصدق بالقسم فحري بالمؤمن أن يتنبه أشد التنبه لجواب القسم قال الله تعالى لا يجوز لك أن تقسم إلا بالله تعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذ وحسنه الألباني رحمه الله من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يعني كان قلت وحات جناي وحات النعمة ده وحات النبي وده عند النسوان كثير تلقاه يقول لك وحات النبي ومرات يقول لك عليك النبي تلقاه كثير جداً الكلام ده وفي النهاية نحن ماذا نطول إلى المقدمات واصلوا إطالة الكلام في المقدمات وكذا 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 يقود إلى الملل نحن دائماً ولله الحمد نخش في الموضوع طوالي الله سبحانه وتعالى قسم الناس في السورة دي لقسمين وده جواب القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر إنت إنسان بتخسر بعدين إنت إنسان بتخسر بعدين إلا إذا قمت بهذه الأمور الأربعة الأشياء الأربعة دي لو توفرت فيك إنت ما بتخسر بعدين بتكون من الفائزين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأكتر الناس الليلة بيهملوا الأشياء الأربعة دي شاكي بعدين بيخسروا واحد تلقاه عايش وقاهم وقاعد في الكورة بس موضوع كله كورة بس هلال ومريخ وبرشلونة وريال مدريد واحدين شباب تلقاهن حالقين زي زي الدك والله ده نيمار واحدين بفنجطه زي العتان والله ده تابع لكريستيان وده ميسي وده موس وده مكوة كلام فاضي ساي والله الذي لا يلا غيره تابع لهم يا أخي رجال 22 راجل لابسين لهم نردية ساكن لهم بلاستيكا فيها هوا وتلفزيونات شغالة ومزيعين بيجاي مزيعون تلقاهن شغالين وذهب وخط 18 وقوني جره لك لما تستغرب انت زاته كله هوا الساي يا أخي واحد تلقاه عمك متابع الهلال طقوة 2 يبلع لسفة من الزعل وده كحرد العشاء وده بيجاي عنده سكر ارتفع وده عنده ضغط يصدم يا ناس فشنو ما ذكر اللعب قال الشيخ الفوزان حفظه الله ما ذكر اللعب في القرآن إلا مذموما حصلا ما ذكره محمود ده اللعب دارت يتمرن يتمرن براك أمشي ما بنحرم عليك نحن ونشدد عليك يتمرن ودوك بوشم ودوك حديد ما بزول سالك ويطوطح بالباب والشجرة ربي لك عضلات يمكن يجيك حرامي جاي شغلتك ما بمشكلة ويتمرن عندك ترعب يجاي جوك ما بزول سالك أدارت يتمرن كورة ذاته يتمرن ألعب ما بمشكلة لكن ما تعرف فيها قال كونه تعرف فيه إنك لاعب ده زولك لأنه إنت ما خلقت من أجل اللعب قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فبعض النازلت ده شغلتهم ده يوم القيامة عنده كمحسنة أنا دار أعرف المتابعة الكورة ده يوم القيامة عنده كمحسنة ده بيجنب التاني ده بتلقاهه بتعقونه واحد تلقاه كبير تلقاه يبكي تبكي ما لك ولا يقول لك الفنان ده هبش لي حاجات قديمة قديمة هبشة وين والهبشة كيف ذاته وقت تلقاه يا أخي شغل له قرآن ما بيشتغل بك قرآن شغل له محاضرة تلقيت ململ والله تشغل غنياء لهي بشوق ويخطيبته جنبه انت مشتاق له كيف يجنب ذاته ورحل الغمام غمام قاعد مطر بعد شوية غمام رحل وساب البلد وخوف الوجع ركشات ملانة بلاوي خوف الوجع وجع بتاع شنو وجع بتاع شنو وجع راز ده ولا وجع شنو كلها وسياخ ناس مواهيم والله الذي لاي لغير وحدين اتراقصوا وحدين نطوا فوق وقعوا تحت وحدين يبكوا وبنات بنات واحد يجيب يغني لأولاد المسلمين وبناتهم بتطلع قدام الرجال تطلع تقبل الرجل تقبل الفنان في بلدنا يا اخي ما قريت القرآن يا اخي فجاءته احداهما تمشي شنو على استحياء جاءت ليه نبي مؤدب ومحترم ورسل ابوه وجاءت ليه خير ما ليه شر بعد قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا الاخر القصة في سورة القصص دي تلقى تكورك واحد فنان برضو تلقى الفريق شد ترقصه وفي النهاية الغنية بتروح لها تتم عليك والشايقية والجعلية راحت لها الغنية ده بتتم عليك بالحاجات دي ونحنا ووك والاخر وشباب تلقاهم ململمين ديل بيه جنب هل ديل بربح يوم القيامة هل دا طريقة الربح يوم القيامة في ناس تانيين بيه المهوسين برضو بيه حاجة يسمى كشتين وضمن ومن المغربي المغربي تلقاهم في النادي عمك كبير عمره تمانين سنة بده يقرأ القرآن واستغفر ويسبح تلقاهم قاعد في النادي يضحك معا دا وكشتين بيجاي ضمن بيجاي يتفرج في داك ويشاغل دا ويأخر في الصلاة بلاوي برضو بيه جنبا وده ده كله طريق خسران واحد رابع تلقاه دا برضو ما هو سليه بشغل بتاع عمزي جا مر شاي مر جبن لحد هنا حلال بعد شوية يولع لك حاجة يخدته تزاعتو 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 يقول لك لا البلد ديكاتمت ما له يقول لك والله العيشة بيجات بيجنه أي والسجارة بيكم بيكم بي ثلاثة جنه قال لك تلقا شايلة صندوق يقول لك العيشة بيجنه والصعود بيكم الكيس بيكم تدردين فيه يقول لك يا أخي أنا والله بتسيف ما لك يقول لك والله ده روزي الراسي توزنوا الله قال لكو مفتول داري عارف توزنوا كيف يعني والتشات مفتلين أي زولة بسفة داري تعرفوا مفتول شوفوا الصباح بس أول ما يصحى قبل ما يصنقر تلقاه مغمد ويهبش تحت المخدة لأنه تفتل ما يقدر يفتح بعد شوية يدردم وخدتها فوق ولا تحت حتى يبدأ يفتح هذه بطارية دي 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 ولعت بيك ليه أنا داري عارف لأنك فتلت راسك بعدين أصلاً إتا فتلت ولذلك يا جماعة ده هواس برضو بجنب ده غير الشباب والبنات اللقاعدين تنير تنيزي والدبرك تلقاهم في الجامعات واحدين يتونسوا بيغادي وحفلات وراس السنة وكل سنة يغرقوا كم نفر في البحر وهواس تقيل في البلد دي إتا لو دار الفوز وديل تتبشرك شفت الطواف دي أو الجماعات دي كلها أو العصناف دي لأنا ذكرتها لك طبعاً في هواس برضو بتاع نزوان ديلك بتاع الجبنات وستة الودع ديل بجيك لهم مع شوية برضو أصبر لي شوية لكن أعرف شفت ديل تت الذين ذكروا والله الذي لا إلى غيره ما بيرتاحوا لا في الدنيا لا في الآخرة أي زول باري الشغل دا لا بيرتاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يتغمده الله برحمته ليه؟ لأن وجمعها الله سبحانه وتعالى قال قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هداي القرآن قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري تلقاه معرض عن القرآن وعن الدين فإن له معيشة ضنكا لأن الراحة ما في اليد والراحة ما في الكراع والراحة ما في النخر ولا في العضان الراحة في القلب والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء انت قلبك ده انت صاح ده يجيس مكينة لكن القلب ده بيشتغل من فوق من فوق ويت لو عصيت الفوق ما بترتاح وامش برة شوف دول الكفر واهدين تلقاون سفن قاعدة عربات راقدة بيوت عمارات ودبنات وفواحش وسكر واي معصية فيه لكن برضو ما مرتاحين وانتحروا ليه انتحروا لأنه في ضيق في الدنيا قبل الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى شكي قال لك إن الإنسان لفي خسر طيب أنا ذا رفوز سووا شنو قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنوا عقيدة في الله تمام ذا هو المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره دفوز بعدين أما البخالف الإيمان ويصادم الإيمان ويكفر بمقتضى الإيمان ذا ياهول بدعزب بعدين عشاء كذا الله سبحانه وتعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وعلا سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار والله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا تأسي بتمشي لناس بقدموا لك ضيافة في ناس بقدموا لك أكل بتاكل في ناس بقدموا لك شراب بتشرب في ناس بتبسموا في وشك وأكرموك في النهاية يوم القيامة قال لك الضيافة الله سبحانه وتعالى لما نضيفك إذا صح التعبير قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نزلا يعني ضيافة نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها شنو حي ولا ودي ما بتلقاه إلا في الجنة لأنه أي محل التأسي الآن دار تتحول منه الدوك بيت هنا بتقول والله اللي قتليه بيت في الحصايصة تراهوا قالوا الحصايصة عامرة تمشي الحصايصة تقول الله مدني دي قالوا خطيرة مرة واحدة تمشي مدني تقول خرطوم في الخرطوم زاد سقعد تتخير دار المهندسين ودار العمارات ودار المطار ودار إيه ودار شنو كافوري برضو بعد الدوك بيت زاده في المحلة اللي يت دايرة تقول والله البيت دا بيت عادي دايرة عمارة الدوك عمارة تقول المدبخ دا بي جاي ما ظريف الخير بي غادي لما نجيك ملك الموت يا هو شغلتك كذي لكن الجنة تقول حولوني لي غير لا يبغون عنها حولا راحة تقيلة جدا وزول عليك الله بجالسة الأنبياء شوفهم بعينه دا داود دا سليمان دا إبراهيم دا محمد عليهم السلام والصلاة والسلام جميعا زول زوجة حورعين حورعين الله قال عنين وعندهم قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قاصرات الطرف لا تنظر إلى غير زوجها حور عين الله قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ما رقال لك زي اللؤلؤ زي اللؤلؤ المكنون يعني المصون المحفوظ لا مغبش لا حالة بالبلاء لا كذا لا كذا لا كذا إلى آخره دا دا في الجنة أطعم وأشرب وراحة وما في كلام فارغ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلى غير ذلك من الخير الذي في الجنة أشكي ما دار يتحول لو قال له أها الجنة دي كيف ما مليت نوديك محل تاني يقول لا لا بس خلوني هنا بس مرتاح لا يبغون عنها حي ولا إتا لو دار تكون مؤمن عقيدتك تبقى في الله تمام لو سألوك عالبدي الجنة منه تقول الله إياك تبقى زي بعض الناس واعد تلقاه الزوج له سبع سنة تقول لا ها ولدت ولا لسه والتلاتة دي بيقول والله الأمة دي إلا من رحم الله أم بيقلقوا بك إتا انت بتكون ثابت يجوك ويجو للمرأة أها ما في شي شي شنو لا ما في حاجة ابجي باب القوة حاجة ببالقوة نازة كلت باطة ما بيش أنسوي شنو ما ببالقوة يا أمة نازل بتلقى مشلول عنده سبعة واحد تلقى بسوق اللهوري بيده أحد شغال وإذا داك بنية ما بتشهك ذاته وتلقى ولا جنة ما عنده شغال دي تقايل شغال دي سيما يهب دي سيما يهب لله ملك السماوات والأرض ويتجوا والملك ده يخلق ما يشاء والجند من الخليق يهبوا لمن يشاء إناثا الله في ناس بيديهم بنات بس ويهبوا لمن يشاء الذكور في ناس بيديهم أولاد بس ذكورا أبناء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا زول تلقى كافر وعنده تيمان واحد تلقاه بيصلي في الصفة الأول وجان ما عنده لأنه ما بالصلاح شغل ما بالصلاح أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء شنو عقيمة أسألكم بالله وأي زولة الآن بيسمع له كلامنا سواء كان رجلا أو إمرأة زول الله سبحانه وتعالى كتب من فوق سبع سماوات إن الزول ده عقيم في زول في الأرض بيقدر يديوه أسهلكم بالله فيه جو الصوفية والدراويش وأنه نم نكشف انت خليك زول جاهز وخليك زول شاد حيلك وما ترجف والله الذي إليه إلى غيره في ناس آو دعاة التوحيد آوون الله رفع ذكرون كرب مشا معا موحدين الله جابوا في سورة الكهف كالب ما بشر كامل كالب عديل جابوا قدام بيقعدة زاته عمك الكالب بيقعدة جابوا قال وكلبهم باسط ذراعيه شنو بالوسيد بره قاعد لأنه لو دخل جوه الملائكة ما بتدخل قاعد بره ده بار موحدين أنت تنصر موحدين ديال والله الله يرفعك وما تشتغل بالناس قل لوني إذا هيتوا بتزعلوا مني في إنه الله واحد فلست على صحبتكم بحريص أنا ما أحريص عليكم إذا هيتوا بتزعلوا لما نقول لكم الجنة بديوا الله وإذا تتألفوا في القصائد ذو هل يقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مسء تفل كم أدى طفل كباشي في كباشي بدي طفل يا ناس قبل يلدو الكباشي اللي كان بدي الجنة منه قبل يكون في شخصية في الأرض يسمى كباشي البدي الخلق ديل الأولاد منه نحن أخلى الليلة في بلد الأزان شغال فيه خمس أوكات خمس أوكات الأزان شغال أشهد أن لا إله إلا الله وإنهنا لما نجي نشرحها تتقفل قدامنا المساجد لما يقوموا ناس رجال يفتحوا بيوتهم بيت الله يمنعوك تدافع فيه عن الله سبحانه وتعالى عليك الله دي أمة ودارة تمشي لك الدام نحن للليلة مرحلة تنمش أمريكا والصين وإسرائيل ووك وبريطانيا عشان ندعون دي مرحلة بعيدة نحن نبنلم في ناسنا ليه السي زول كبير تلقاه بيه زوجته الله رزقه يا أخي أده زوجة يسوق المرأة لي فكي يقول له الشيخة اديها جنة اديها جنة عنده مصنعه اديها كيف جنة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد دي العباد يا أخي إنت عبد تمش لي رب العباد ولا للعبادة زيك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم وزول الله يتحداو ده ما فيه خير والله الله قال لك أدعون وإن تهم صدقني أدعون ناديون فادعوهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أمثالكم فادعوهم إن كنتم صادقين فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولذلك يا جماعة كلام واضح جدا جند والله بدي الله براه أنبيا عرفوا الحقيقة دي الله سبحانه وتعالى قال وزكريا في سورة الأنبياء إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا فالأم بجذيل ذاته بعرفه يدعو الله ما زينا نحنا واحد تلقاه مستعجل تلقى رافع يده يا الله جنة بعد شهرين ما يجيوا جنة يقلق لي الله يا الله جنة سريع سريع يا الله جنة لا بيحبيد الله لا بيثني على الله لا بينكسر لي الله لا بيتضرع ليه لا كذا يا الله جنة شهرين ما يقلق لما نمش للفكي لو لابس عمه يقلعه لابس نعلات يجدعه ويحبه وما يقعد مع الفكي في عنقريب واحد ليه واصله شنو وقعده فوق تلقاه الفكي عمره أربعين سنة وعمق عمره ثمانين سنة يحب في الواطة هسه ده الأدب ده الأدب وده الدين وما يجالسوا في محل واحد وتلقاه ونكسر ليه لما انمر ثلاثة نساوين في شارع مدني دخلا جوا قبة واحد مشى نصحني تكلم قال واحد قاعده بجنبه بعلمه فيها والتانية ساجده جنب القبر والتالتة بتقول ليه أبو يا الشيخ أنا جيتك كم مرة وما حلت ليه مشكلتي وده بحل المشكلة وده أستي فيه مشكلة كذلك اللي حلها جوا وده أستي بيسألوا فيه من ربك ودي بره شغالة له بيسألوا فيه جوا إنت جوا حل مشكلتك أول شي انت جوا مصيرك وين العلم عند الله سبحانه وتعالى إي يا أخي نادو بيقول لك ده بيدي وبسوي وبعمل وفعل وده في كتب كلامنا ده أوعى زول يقول ده نبز ولا اتهمتوا النازل أقروا الكتب يا أمة كتاب اسمه طبقات والضيف الله كتابة طبقات قال واحد شيخ اسمه عووضة قال ده بيدي الجنة في حرف العين عووضة جاتوا مرة قال عاقر قتلا يا أبو الشيخ دار لي جنة شايل إليها فطير وسورة البلبسوها النسوان وشايل إليها دجاجة كد تلقاه في الكتاب أدت للشيخ قتلا يا دار لي جنة وانا كبيرة من القواعد من النساء وهذا راجلي عمك كبير برضو هذا رلي جنة قال لين بداري إرقوداء في عنقريبي ده عمك كبير بترميو عنقريب قال لون مشاورك ده في العنقريب خلاص بيجيكون جنة ده عنقريب ولا شاين ده أصله عنقريب بتاع شنو يا أمة تصدق كلام زي ده عنقريب بدي جنة يا أخي الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يا ناس أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون في كلام وضح من ده أفرأيتم ما تمنون وما بر ناس جهل يقول لك الآيات دي في الأصنام ده كلام للبشر ما للأصنام أفرأيتم أفرأيتم ما تمنون تمنون دي بقولها للأصنام أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون لكلام وضح من ده الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البخلق جوا الرحم ده الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال في سورة العمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله جل وعلا قال في سورة الانفطار يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ ما غَرَّكَ انت الغرّاك شنو ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم هنا ما قال العظيم ولا قال القوي ولا قال المهيمن قال الكريم وإنت محتاج وإنت ضعيف تامشل الكريم يا أيها الإنسان ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في حفص في الدور فعد لك عد لك في أي صورة ما شاء ركبك الله سبحانه وتعالى أَشَكَذِكَ أَلْفِ القرآن في سورة الطور أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُوا الْخَالِقُونَ أَشَكَذِكَ أَلْفَ لِنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِق يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِبِ في سورة الطارق أَشَكَيَا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في القرآن ذكرك في سورة المؤمنون قال وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين ده آدم عليه السلام بعد ذاك باقي البشر ثم جعلناه نطفة الجعل نطفة ده الله ما الشيخ البد الجنة الله ما الشيخ يا أمة يا أمة البد الجنة الله سبحانه وتعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة نطفة موية لزجة الله من نطفة اخلق علقة علقة الدم الذي يتعلق في أعلى الرحم أو في آخره دم متجلط فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً من دم طوال الله يبكيه لحمة قال ابن عثيمين رحمه الله بقدر ما ينضغ يعني تكدت قدر اللقمة قال فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا من لحم شوف نطفة دم لحم عضم وتمشي تنسب الفضل لغير الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ياخلكون دا كل ما أخنع الخلق ينادوه براو يمشوا ينادو ناس زي كأنفسهم يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى ويلجوون إليهم بعد خلق اللحم عظام عظاما قال فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَةَ ها ناس يجيد بردان قلت لأخونا دا وين دا يشوف لي سيوتر والله يجيد بردان في البلد المهم لي بيست الشغل دي إتا في بطن الأم بتبقى زي نظامي دا كذي بيجيد عظام العظام دي بجيبولا زي سيوتر لكن ما سيوتر بتاع قماش بتاع لحم قال فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَةَ يعني دا عظام يجيبولا لحم زي ما بيكفلوا دا بالسستة باللحم ثم إنشأناه خلقا آخر تقعد تكابس جوه ما عارف أي شي لا عندك جوه تلفون سأنت تتصل بالبرة أنا دا يركدي ولا عندك زول جوه صاحب تتكلم معه ولا تقدر تعمل أي شي في النهاية الطفل يكون نايم أم تخدم صاحية تلقى تخدم في المدبخ واللوم نايم نص الليل الطفل جوه يكون صاحي يعني الأم اللقبت روحا والطفل أدى روحه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى تلقاه نص الليل قال لهم نايمة ارفسة تصحة راجلة يقول لها في شنو تقول له الله يضربني بهجاهي وانت ما عارف أي شي جوه لو ما رقوك دخلوك جوه موية بحر تغرج تموت ومعينك جوه جوه موية ما قاعد تغرج الله بيرزقك يأكلك بيحبل بس سري وتمرق للدنيا ضعيف الله علمك الطفل ده اللي بيقدر يتفاهم معه ومنو ليه أول ما يلدوه ما بيرضح في الأصبع اللي بيود يرضح في محل معين ومنو العلم ومنو الله سبحانه وتعالى وتكبر والتيم شهور وتبدأ تمش تحب في الوطى وتمش بالسرير وتعني تبقى قوي وتمرق للسوق وبعد ده كله تنسى الله سبحانه وتعالى تتعلق بمخلوق زيك والله يحفظك جوه يمرقوك برا ليه الأم تلبس الولد كمون ليه ولك ده الحراسات بيحفظانه من العين والحفظ جوه منه الفي الضيقة حفظه في الوازعة ما بيحفظه تبشي يا أخي برا يعلقوا له الكمون ويعلقوا له الحجاب أولاد الكفار ده لحافظه منه وده الكفار أولادنا الله حافظه لم يعلق الله كمون ولا جندبه ده مسلم ليه السماع عرف اللي يحفظه منه يعلق له فيه كمون حوص في البلد دي والله الذي لا يلا غيره حجبات يبيعوا فيها كمون يبيعوه ودعا الدوا نساوين تلملما رجال في السوق امشا لمرأ اشرب الجبنة وتجي مرة بتاع الدستور تلف وتقع وتسوي وتعمل وترمل ما بعارف ايه وكذا قبل ايام واحد لقيته في السادة الثورة بقول ليل بيعيه يصير جدا ومشهور في المنطقة قال في حاجة سرقوها قال في الفريق وفينها ناس الفريق دي قالوا شغلة دي غالية ونمشي ليه فكه مشهول الفكه قال ليه نجيبه اكتر زول مشهور في الفريق قال بيعيو دا حك ليه برا قال جوانانا قال ليه ها بيعيو انت مشهور تعال راح قال جيت معاه قال الفكه قال ليه ميد يدك قال مديت يدي في لهب مرق منا عقول لهب مرق من يد وداصله غاز مدي يده قال قال الداني فنجان قال ليه عايم فيش نو عايمتا ملقي تايش قال فنجان قال بعد شوي قال لي عايم زي الناس عايمتا غمد غمدتا هفتح فتحت مالو عنده مجكلة بالكاربا هفتح غمد شفتا شي قال ليه قال ليه والله ما شفتا ايش يا ناس قال ليه نزول كون دخاف يا ناس خاف خاف ما خاف السرق الحاجة تعارفة ولا ما عارفة في النهاية ما عرفة ياخدها وسايا في فنجان بيجيب لحرامي عرامي اللي قال فنجان بيشرب وبيبقى مارق يا ناس دي دي اغلى الليلة يبارو في الفناجين وفي كذب ويسوها اغاني اغاني شركية بعد الزمان بيغنوا وكذا ويكذبوا على البنات وما في حتى رسالة رسالة جيك بطا حميك النوم بقبقوا جابوا شيريك عديل كذب ما عليش كلامنا دي سخون لكن قلبوا شيريك عديل كذب ست الودع ارمي الودع اي وداعية دجالة كذبا راجلة يديها تلاتة طلقات واربعض كررر خلاتها بقمارقة والله الذي لايه لغيره هاس قال ست الودع ارمي الودع لي كشكشي يكشكشكن زيت وايه رسكن شوفيه لي كان فيه شي قوليه لي ما تختشي هس دي وما تمشي لي قدام ارمو فيه ست الودع يا اخي بكرة بيحصل ليك كذا بعد بكرة بتنكسر وليه تعثر ليك تنكسر شوف العقيدة ما تثبت اغونا الطيب ده انا ما عارفوا جمعاون ولا ما جاء اظنوا ما جاء ده في هناك في شرق النيل قال الفكيجا واحد شيخ قال لانا دار ليه ورقة من الصاقعة في صاقعة بردوها بورقة قال كتب ليه ورقة شخبطة ليه قال لي الله هاكميش الخلق شي ما بجيك بيه ورقة بس الزولة الجمه قال لانا شيخ تمتخاف الله في ورقة صد لها صاقعة قال لانا اخ ما درويش سوي لجنو كان تراهو الصاقعة ما طقته بيقول حميته انا وكان طقته الله ريحنا منه تاني ما يجينا مرة واحد يعني اما يستخفوا باكة دي والله الذي لا الى غيره حتى قلت لك حتى في الغنى قال لعيون وعلق لك كمون يا كمون وما بعرف داق بيغادي برضو يا بطيب اكتب لي حجيب من مرض الحبيب ليه انتم ما قال لعد حجيب حجيب ذاته ما تهم حجاب كله هوس دا كلامنا دا جماعة ليش نحن والله خايفين على الناس من عذاب الله تعالى دايرينا ساوين ديل اتجردا عقيدة في الله براو والرجال عقيدة في الله براو ما ممكن قرية كاملة يا اخي قرية لو جوا جيش متاح حرامية يكتلون تلقى الغرية فيها رجال شنبات اربطوا بها تيران ما عدتان وكان جوا حرامية يدقون بعد دا يجي واحد ينوم يصحلون الصباح قولون ابوي الشيخ اتبين في المنطقة الفلانية يعني له قضعة يرجي فالغرية شت بها قضعة بس القضعة دي متهب شوى وابوي يتبين بيجاي يتبين كيف يعني مرق من قبر ولا ما مرق ما مرق طيب تبين كيف والله قال المنطقة دي وما تسوها يا ناس نحن فاضين للحيين والصاحين لما الناس تنوم تيب لنا هوس وبلاوي الجنة بتديه الله دي واحد اتنين النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى واحده ولا شريك له ما حافلة اشتروها جديد يعلقوا لها مكشاشة واحد قال له انت معلق المكشاشة لهيه قال من العوارض بتقش العوارض قال ايدي عوارض ولا كياس دي قال مكشاشة من العوارض واحد برضو بيت معلق فيه قرون بمنطح قاتل له قرون في البيت واحد ثالث ابن العمارة من الساس تلقاه اطباح له خروف وكشح الدم في الساس وقول لك عشان الشياطين ما يجوا فيه ويا دوب بيجوا وانت اجي ضبحت لهم ما بيجوا وضبحت لهم انت لا انا رسول الله في في صيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير من على الارض لعن الله من اوى محدثا اي مجرما مبتدعا او سارقا الى غير ذلك يقول له هواسي اخي اطبحوا لغير الله سبحانه وتعالى امشوا للقبة ابوي الشيخ لو ولدي نجح باطبح ليك اطبحوا ليه ودارين يكتفوا ليهون زول ودارين يسكتوا امشوا ليساحر يقول لهون شيلوا الاوراق دي واطبحوا ليهون عتوت وافتحوا خشمه ودخلوا الاوراق جوا وربطوه تاني خلاص يتبكى منه ويدعوا في البحر تاني ما بتجيوش اقرأت الكرسي بتفرتق الشغال دي كله والله الله بفرتق بها الشغل لكل ما في حاجة يسمى حجبات ما في سحر يخاف منهم سحر موجود والسحر موجودون لكنهم لا شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السحر والساحر ليسوا بشيء والله سبحانه وتعالى قال ولا يفلح الساحر حيث اتى حيث اتى ما بيفلح ما عندو شيء وما بقدم ليك نفع الله قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولو قال ما يضرهم براك فايا لكن عشان اكد ليك ووريك ان الساحر ده ما فيو خير اياك تمش ليو ما يضرهم ولا ينفعهم ما فيو نفع تلقاه يديه علم الغيب ولك الرايحة بجيبه وانا بجيب كذا وعندك دهب راح ادفع البياض بجيبه لك تحت المخدة تحت المخدة ده معناه راح والله الذي لا الى غير ولك بنملك بالخيرة ما الرسول ما حصلنام بخيرة علم الصحابة دعاء لاستخارة صلوا رقعتين حديث جابي رضي الله عنه يقول ذكر الاستخارة في صحيح البخاري لا كذا فيو العلم فيو القدرة وفيو الفضل فيو البركة الى غير ذلك لهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسهلك من فضلك العظيم الى اخر الذكر والدعاء المعروف تقول دعاء الاستخارة راحت منك شي افتح بلاغ ده السبب ادعو الله سبحانه وتعالى الله قادر رجع لك حاجتك لو رجعت في الدنيا الحمد الله لو ما رجعت تلقاق الدم تلقاق الدم قال تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون تبش لك لاي دجال شوف ليه الرائحة يا اخ ملائكة ما بيعلم الغب ملائكة وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الاخر الاية ملائكة ما بيعلم الغب فكي بيعلم غب باعد في البلد سووا معه مناظرة سووا ليه كورة وقال بيعرف الحرامي ومناظرة في بداية التزعينات قال بيعرف الحرامي وين بكورته دي بحوته والله داك البناظر في قال له اسماء الجوه الكورة دا حرامي ججد ولا خيال لو ججد امركو في حرامي قدر الكورة واصله دا بشر ولا فار قدر الكورة جوهين لو ججد امركو قال لي لا ما ججد خيال خيال قال له معناه انت ساحر انا قال وخي ليليه من سحرهم انها شنو تسعى معناه يا ججد مركو يا خيال ات ساحر في الحالتين ات ضايع والله الذي لا يلا غيره كلها والسايا يقول لك بجيب الرايحة وبعمل ليكو قال تعالى في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال تعالى في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون وقال تعالى في القرآن ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب في سورة النحل وقال تعالى في القرآن في سورة الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وقال تعالى في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقال تعالى في سورة النجم افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ما فالغيب ده ما يعلم الا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلمها في الارحم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير والله كشف في الدنيا ذي اخر داك في الخرطوم قال السنة دي اخر كاس عالم قال السنة دي كاس العالم بيشيلوا البرازيل برازيل طقوها تلاتة قال ديل بيشيلوا كاس العالم تعرف الهوس والله الذي لا الى غيره تمشي ليه بفكيه تسهلوا غنما يتي راح تشوفوا ليه وين قل لك في الكوشة تمشي تلقاه في الكوشة تصدق طوالي وهي غنما يبتروح اصيلا بتمشي الكوشة ولا ذهر لا فكيه ولا ذهر لا سخل براك فتشة بتلقاه في الكوشة كله اول ساي الدهب راح شوفوا ليه وين المؤجنة راح شوفوا ليه وين ما بيعلم الغيب ولو ما شيت له ما خليت في الدين شي الدين اللي عنده كله مركته دين الاسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والكلام ده السخن ده لانهم بيستحقوه لان ناس ما قاعدين في الواطاء لان ناس ما بانطبق عليهم قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونى الناس النجاد بتواضعوا ليه الله الناس النجاد زي موسى عليه السلام اذا صح التعبير تولى الى الظل وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير مش الزولة البجيد فاخر بل باطل زي بتاع الختمية في كتاب النور البراق وكتاب فيوض البحور المتلاطمة عبدالله العيدروس يقول انا عرشها والكرسي انا للسماء بانيها لو للحياء من ربي نار الجحيم عطفيها ده حق ده وناس يتعصبوا ليه ما اقروا كتبه وبس مخشوشين يقول لك ده اللي بحفزوا القرآن بحفز القرآن بيعمل بيوه القرآن اللي بحفزه ده ما اقرى فيوه انتم اشد خلقا ام السماء بناها البناه منه الله سبحانه وتعالى هو يقول انا عرشها والكرسي انا ما الله انا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي كاما خجلان نار الجحيم نار الجحيم عطفيها كاما خجلان من الله النار دي ذات كان طفيتها يقول انا الجليس على العرش المحيطي ده شيخنا التاني كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي كل عنده داك تعالقادرية في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والاوراد القادرية اسماعيل محمد سعيد البغدادي قبلي الحج قال عن شيخ قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي واعلم نبات الارض كم نابت واعلم رمل الارض كم هو رملتي واعلم علم الله احصي حروفه واعلم موج البحر كم هو موجتي انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الاحبة انا كنت مع نوح من الامة دي فالكضي بدا كيف من الامة دي بعد دنات بره يقولك يتوا تتكلموا فيهم ليه عشان كلامنا المدلجة دا عشان كلامنا الشين دا انت الله ما بتغضب ليه الرسول ما بتغضب ليه صلى الله عليه وسلم الدين ما بتغضب ليه بس تغضب ليه زولك دا في الحق والباطل بس دا كان علي حق ولا باطل تغضب ليه هو وتحاجج عنه وشايل عكاذك وشايل كذا وكذا وكذا شوفنا انه قطعت الكاربة قطعت الرقبة ما بحلنا كثير ولا بغيرنا كثير نال انه دا دين والله الذي لا الى غيره نقول كلها وزفنات المطاف قال انا عرش دا 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 تاني قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امدت راحتي واعلم نبات الارض كم نابت واعلم رمل الارض كم هو رملتي واعلم علم الله احصي حروفه واعلم موج البحر كم هو موجتي انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الاحبة انا كنت مع نوح اشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي قال نار ابراهيم ذاته تقالين التفاشن دعيت لي انا قال والله الذي لا الى غيره وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان الا بفتوتي وكنت مع يعقوب في غشو عينيه وما برئت عيناه الا بتفلتي وكنت مع موسى مناجات ربيه وموسى عصاه من عصايا استمدتي وكنت مع ادريس لما ارتق العلا واسكنته الفردوس احسن جنتي مشى 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 في النهاية قال لهم عديل كذيه انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي انا العاشق المعشوق في كل مضمر انا السامع المسموع في كل نعمتي انا الواحد الفرد الكبير بذاتي انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن حتى يعرفون حقيقتي وقالوا يا هذا تركت صلاتك انت الشيخ ما بتصلي معانا لي ولم يعلموا اني اصلي بمكتي ولا جامع الا ولي فيه منبر ولا منبر الا ولي فيه خطبتي ولا عالم الا بعلمي عالم ولا سالك الا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لاغلقت بنيان الجحيم بعظمتي دعمك ده ذاته حسد دينا جماع والله الذي لا الى غيره غايته لو جبت اكفر خلق الله قلت لك ذا زيد كفر زيادة على الشغل ذا الا غايته شرب لجبر بجنزبيل عشان نشوف الحاصل معقوله يا اخي معقوله يستخفوا بالناضي وكلامنا دا جماعة بالراحة كاني من غير اي زعل اي زولي جات لك فيو قول لي اسألك بالله الببنو على الاموات القباب منو قول لك ياهو القوم ديل تاين النوبات البتبركو بالاتربة منو قول لك ياهو بتاين النوبات ديل البمشو الشيخ ديل منو ياهو بتاين الجماعة ديل ذاته قل بيقوله الشيخ بيدي الجنة منو ياهو الجماعة ديل ذاته واذاك كل جماعة قايد ينبغي بل يجب ان تحارب عشان الله يرضى يا جماعة ما ممكن ياهو عباد لله يسأون مع الله سبحانه وتعالى الشيخ يعلم الغيب والله يعلم الغيب الشيخ يدي الجنة والله يدي الجنة الشيخ يرد الضالة والله مرد الضالة الشيخ يحلفه به والله يحلفه به الشيخ دا عبد زيك أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي دي العباد الله عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تعبام في الدنيا جاري وماشي وجاي بعدين اتفاجأ في الموت والله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الهون يعذبهم الله تعالى السبب شنو ليه مشكلة شنو الآية البعدة إلى آخر الآية إلى أن قال الله تعالى بعدها وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا بعدين في الموت والآن جاب الملائكة جو ودي اللحظات الحاسمة ودي اللحظات الأخيرة والبموت على التوحيد فائز والبموت على غير التوحيد من الشرك والضلال هو خاسر حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله وأننا البتنادون في الشدائد قالوا ضلوا عنا راحوا شد وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ونحن باختصار شديد جدا جما بنسأل سؤال لأي زل وأسأل الله سبحانه وتعالى أنا جاي من بر سامع الصودة معين نجو عالي بر ما عالي شديد لكن أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلا أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلا أن ينشر هذا الكلام إلى أقصى الأرض نحن بنسأل سؤالين السؤال الأول الدعاء عبادة ولا ما عبادة الجواب الدعاء عبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي دع عبادة دع عبادة سيدخلون جهنم داخرين طالما الدعاء عبادة أي زول بنادي الشيوخ قبل يتقول له أي شي يقول له كنته بتنبسه يقول له خل أي نبس أي كلام خلوه الدعاء دا عبادة ولا ما عبادة يقول لك الدعاء عبادة يقول له العبادة يصرفوا لها الله براه ولا لها الله معاه غيره الدعاء عبادة نصرف لها الله براه وقضى ربك الله قضى إن تبتد دخل الله الخلق الكون قضى حكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا إياه براو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم طالما المعبود براه يبقى ما تعبد غيره يبقى ما تدعو غيره ولو رضيت ولا أبيت لما تقول يا الله نجيني إتعبدت الله ولما تقول يا شيخ فلان نجيني إتعبدت الشيخ لو عارف المعلومة دي ولا ما عارف لما تقول يا فلان نجيني إتعبدت فلان لأنه دي عبادة صرفتها له زي ما هيت وبتقيف تكبر لفلان ولا بتركع لفلان برضو مبجوز تدعو فلانا من دون الله سبحانه وتعالى تدعو ليه الله تحداك قال قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله ما يقدر يسويش الله سبحانه وتعالى دي سورة الإسراء في سورة الرعد قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء نحن على يقين إن القرآن ده صدق ونحن على يقين إنه زول البكر القرآن ده ولسه ابنا دي في الشيوخ ده واحد من اثنين يا ما فيهما القرآن يا إما ما مصدق القرآن لأنه قال لك له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطي كباسطي كفيه إلى الماء الزول لما نميد يده دي مصطرين يميد ده مصطر عديل كذي دي بتمسك موية ولا إلا لما نسوها زي الكورة سوها زي الكورة بتمسك موية تميد ده عديل الموية بتتدفق بجنبات قال إلا كباسطي كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله لا لغيره ولله يسجد من في السماوات والأرض شو القوة دي سماوات ملائكة ملائكة الملك إفر جناحين ما بتشوف وراه أي شي بعد عظمة والجن والإنس ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره طوعا ماذا تسجد طوعا كره وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء خليت الله ومشيته للأولياء ما لون الأولياء يا الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ترى هذه لك زولي يا أخي ضعيف يا أخي بياكل واشرب وامشي للخلاء ما المسيح ابن مريم ده نبي خلي باقي الناس إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أل بياكل الطعام مبنى دو لأنه محتاج للطعام لأنه محتاج فرغه أشكدها الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أشكد قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الله بأكلك وأن الله ما بأكلوه سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم شكيت حد الناس كلهم قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله البتنادون في الشدائد يا المكاشفي ويا الكباشي ويا الصايم ديمة واحد جاي من العمر مشت عمرت في بيت الله وصلت البيت هناك قطعت البحر وسافرت لما وصلت بيت الله قلت لي لبيك اللهم لبيك أنا جيتك يا الله بعد جاته وجات راجعة تنادي في الشيوخ يا الصايم ديمة تلقى لنا حليمة حليمة وين هو صايم ديمة مد حليمة كيف إلقاء كيف وتوكل على الحي الذي لا يموت واحدين كاتبين يا مهال يا مهال هل قاصدين بالمهال الله قاصدين مكاشفي تلقاه في اللواري واحدين كاتبين شفناهم بعين حافلة صغيرة مكتوب فيها يبشام وروق الدم أنا دار أعرف في ناهده الله متين الناس قال الله من فوق بنظر لهم بنظر للعباد وحوائج كلها عنده وهم بدل يلجأوا ليه يلجأوا لي غيره شكيب بن النحو قال طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجده الشكوى له قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله دي المرة صح هل بتشكو ليه الله قال إنما أشكو بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ترفع ليه الشكوى يا الله أنا ضعيف يا الله أنا فقير يا الله أنا مسكين يا الله أنا محتاج لك يا الله فرج قربتي يا الله نجيني يا الله أرزقني يا الله إنت كريم يا الله إنت خلقتني ما بيعجزك شيء تلجأ له تنكسر له هو وحده لا شريك له قال طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجده وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك يرويك كل من يرده يا ختل جأله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم دل ضعفه ولو ما ضعفه أسل غير فينا أسل لتبين فينا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ مناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أن نازل عكرون نازل غضبون ناس ما بخافوا الله ناس الملك ما عجب العظم ما أغنعة ملك الله كل ما أغنع يقولوا للناس نادونا في الشدائد ألجأوا لنا إذا كنت في هم وغم وكربتي فنأجري أيا مرغني آتيك من كل سرعة أو بكل سرعة وأنجيك من كل بلوتي زول يقول للناس نادوني مريدي تمسك بي عليك الله ده زول خير تمسك بي تمسك بي كتة وين الأنبياء قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا موسى النظر اللي يحقونها هذا فرعون وده البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا ليه كلا العصايا قاعدة لا أنا نبي لا في سبعين من العلماء من بني إسرائيل معاكم لا إنت أوليا لا كلا إن معي ربي سيهدين دي للتوحيد خش جوه قلوب دي العرف والله صح مش في الشدائد الحقون وفزعون ويا أبو العباس من عيون الناس وين عيون أبو العباس همات همات أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد فله أسلم يا خسلم له سلم له أمرك ألجأ له اضرع له تقول للناس نادوني أنا مريدي مريدي والله الله دا قوي والله قوي الناس كلها واقفين والملائكة واقفين والجن والأنبياء والرسل والأولياء والصحابة والصالحون وغير الصالحين والموقف كله ويوم يقولوا نادوا شركائيا يا الناس لا شركت بي في الدنيا نادون نادون أنا ما مهلتكم في الدنيا أنتم لعبتوا في الدنيا وضيعتوا ويوم يقولوا نادوا شركائيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لبدوا طوالي لبدوا سأقول لنا إذا عاجنا فدعوهم يا ناسولان تعالوا عملوا رايحين طوالي فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا مهلكا شكلا ناديتني والله ما ناديتك كنت في الشدايد أنا يا فلان الحقني هو أبزعني يا زولان ما أعرف ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم شنو أعداءا في الدنيا بكاتلك فيه أبوي الشيخ يديك عكاس طوالي ونحن عكازك جاهزين له أو عكتفرني ببرة وحدنا معاك مش العكاز عكاز جاهزين له وما جاهن نشاكلك ولا جاهن ننبذك حدنا معاك نحن بننادي الله والتنادي شيخك أن نشوف البغلب منه نحن بننادي الخلقنا والتنادي لك مخلوق ضعيف زيك نحن بننادي الحي المبمود قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين براو دين نظيف يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم جت ما في شيء لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب منتظر بعدين نجيك مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة والله يجير منك والله القيامة فيها جري جري تقيل جري قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر كذا أشرح لي يفر يفر ده بمش براحة يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه لو البجر من أمه يجف للدرويش أب ببريك يجف له يجف له يقول لها درويش انت كنت معاي آي ما عليك عمنا انت كنت معاي آي تعال الليلة بدخلك الجنة باحد فرفاعة قال بدخلنا الجنة بقلنا بنظر اسم معه واحد اسمه هيسم عثمان قال شيخنا اللي كانوا معاه قبل ما يعرفوا الدروي بس صاح قال كانوا تابعين لي شيخ بقال قال لينا أنا بدخلكون الجنة أبشروا بس قلتوا بس أبقوا معاي بدخلكون الجنة قلتوا له قلتوا شغلتكم شنو قال والله بنكتب حجبات بتكتبوا فيها شنو قال والله إيش في راسنا بيجي بنكتبه قلنا للشيخ نكتب شنو قال أنا باركتكن أكتب أي شي قال نكتب موتر عجلة ونتوطيوة بس نديها بس نديها ها الشيخ طب عدينا الجنة بتدخلنا قال ونحن عايشين على إنه قال بدخلنا الجنة زول مرت قال في الحصيصة سقنا الشيخ وماشينا له قال الماسك البوابة زول ما بعرف تفهم لك كتب بس فهمه تجيب تذكرة بدخلك ما تجيب تذكرة لو سيد المستشفى بوقفك في الشمس قال الشيخ جابي عبايتو ونحن ورا تعالوا خشوا بدخلكو قال عمك طوالدة سبتو وين الورقة تذكرة أنا الشيخ قال أنا ما بعرف شيخ ولا غير شيخ مني بجيب ورقة بس يا أنا الشيخ ذاتو أي شيخ ذاتو جيب ورقة من الشيخ ذاتو لكن جيب ورقة لما أنا الشيخ ذاتو قال يا شيخنا قال الله خلينا دخول زيح كذي قال طردوا قال قلنا يا شيخ المستشفى ما دخلتنا ادخلنا الجنة شغلتك ديني يا شيخ فارتقنا منه طوالي قال ما قوله يا اخي مريدي تمسك به وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة ويوم القيامة في زول بزبت لي زول ويوم القيامة دي كان ما في اذن بالشفاعة حتى الانبياء ما بيتكلموا حتى الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون كلام مف إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا كلام فارغ مف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما نجول الشفاعة ما طوالي بشفاعة قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد يفتح الله عليه فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى ما طوالي بشفاعة واشفع تشفع بعد جوى العذن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى دا يوم الناس يزول نفسه وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أنا ماذا أرسائر بالناس كتير والله عندي مزاج أتكلم للصبح لكن بس يكفي أجماعة وعزانة للناس إنه الحمد لله يلاقينا رجال جزاكم الله خير والله يحفظكم وأنا جاي داخل شايف النساء اسمعا جزاونا الله خير برضو والله يتقبل منهم ونحن جينا والله ما شاعلين حقد ولا حسد ولا غل خايفين على العباد من عذاب الله تعالى خايفين عليهم بعدين يوم القيامة يتفاجئوا لما الناس يجب التوحيد يا جماعة الزوال لو لاقى الله بالعقيدة الصحيحة النار ما بتاكله من تمشي لها الله جاهز ماذا كنتم تعبدون كنا نعبدك وحدك لا شريك لك النار ما بتاكلك في صيح البخاري ومسلم عن عتبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله في صيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عليك الله اسمعوا الحديث قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي حديث في البخاري قال فأتينا الحرة محل حصحاص أسود وبالليل فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال لي أبي ذر إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة الناس اللي في الدنيا قروش كثيرة وما بيصدقوا وما بأدوا الزكاء إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا يعني تصدق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ما أحب أن يكون لي مثل هذا ذهبا وأشار إلى الجبل في ظلمة الليل إلا أن أقول بي هكذا وهكذا وهكذا ثم قال في ظلمة الليل يا أبا ذر مكانك أي إلزم مكانك لا تبرح هذا المكان ما تتحرك قال ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى في ظلمة الليل فسمعت صوتا يعني صوت أجنحة قال فخشيت عليه فتذكرت قوله مكانك قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت صوتا حتى خشيت عليك قال أو قد سمعته قلت بلى يا رسول الله قال هذا جبريل أتاني فأخبرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق في غير البخاري قال وإن زنا وإن سرق رغم أن في أبي ذر أي سيدخل الجنة شكيه البلاقة الله بالتوحيد والعقيدة الصحيحة الله بيتجاوز عنه والله بيغفر له في مسند الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام ينادى رجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخرج فتنشر له تسعة وتسعون سجلا كلها مد البصر أي من الذنوب والمعاصي فيقول له الله تعالى يا عبدي أتنكر شيئا من هذا فيقول لا يا رب أظلمك كتبتي الحافظون في رواية فيقول لا يا رب ألك عذر فيقول لا يا رب ألك حسن فيقول لا يا رب ينسى قال فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوضع في كفة وهذه السجلات في كفة فتطيش السجلات وفي رواية ولا يثقل مع اسم الله شيء التوحيد لما أنا خدته في الميزان ما في شيء أتقل منه بيغادي لأنه دي العقيدة الصحيحة لأنه زول بيجي لي الله يا الله أنا في الدنيا ما شفتك لكن أنا مؤمن بك يا الله أنا ما كنت بلجأ إلا لك يا الله أنا ما كنت بتوكل إلا عليك يا الله أنا كانت عقيدتي فيك صحيحة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار ثلاثة رجال قال ثم يؤمر بهم قال فيقول أحدهم يا ربي ما كنت أظن بعد إذ أخرجتني منها أن تردني إليها فيقول قد غفرت لك أزول إحسن الضم بالله أزول إلجاء إلى الله أزول يتضرع إلى الله لو عمرك تزعين سنة وما عندك جنة أرفع يدك لأله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر على الكبر قال ابن كثير عمره أربع وثمانون سنة وقال سبع وثمانون سنة وقال خمس وثمانون سنة إحدى هذه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع لسميع شنو لسميع الدعاء لأنه دعاء الله سبحانه وتعالى لأنه لجأ إلى الله كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية عود نفسك أي شي تلجأ إلى الله بشر ديل ما عنده شي الخلق ديل باختصار ما عنده ني شي لا عنده الرزق رزقك فوق لا عنده الجنة الجنة من فوق لا عندهم صحة الصحة من فوق وإذا مريضت فهو يشفين لا عندهم مغفرة المغفرة فوق لا بيملك جنة الجنة فوق لا بيملك نار النار عند الله هو الذي يتصرف فيها النار بيده سبحانه وتعالى في أسفل سافلين وهو فوق كل شي يأمرها وينهاها ويأمر الخلق أجمعين وهو العظيم وهو الملك يا ناس إذا السماء من السماوات السبعة لو خدت معاه الأرض سمى واحده خدتها جنب الأرض الأرض مع السماء كحلقة ملقات في فلاء سلسل قطعت منه حلقة واحده رميت في صحراء دي الأرض مع السماء وهين سبعة سماوات والسماوات السبعة مع الأرض إخدتين جنب الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي مع العرش العرش أكبر من الكرش وبعد فوق العرش الرحمن على العرش استوى حجابه النور حجابه النور تجلى للجبل العظيم فجعله دكا ما أعظمه وما أكبره الكبير المتعل لا تدركه الأوهام ولا العقول عظيم لولا أن الله يثبت أهل الجنة لما استطاعوا رؤيته جميل يحب الجمال وهو فوق كل شيء لا يخفى عليه من الخلق لا تخفى عليه خافية يعلم دبيب النملة ويعلم ما في بطن النملة يعلم عدد الحصى يعلم كل شيء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا ناس عظموه والله بتنجو وحدوه ما تنادو غيره ألجأوا له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوا لي الله وخلوا شغلتكم مع الله مباشر طوالي وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ما تخجل تقول كلمة الحق ولو خالفوك الأهل ولو خالفوك الآباء ولو خالفوك الناس كلهم إبراهيم عليه السلام قال لهم وأعتزلكم ده حق ما قبلت الحق أي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم خلاهم لأ الله وهبنا له إسحاق ويعقوب خل كفار لأ الله الله عوض بأنبياء أنبياء خل بلده لأ الله الله عوض بأفضل البقاع كسر بيده وإسلام الله شرف بنبياء الكعبة لأنه عظيم لأنه رجل أمة لأنه خل أي شيء لأ الله ولده اللي بحبه الجاء بعد كبر الله أمر يذبح أشوف الإبتلاء بقدر الإيمان الرجل ده ما سمه خليل ساي ولد المنزل دي ساي تخلخل حب الله وتخلل جميع قلبه فصار قلبه لله وصارت حياته لله صار رضاه لربه صار غضبه لمولاه ولده الولده قال لا تذبح وما رسل لي جبريل صاح قال لي يا إبراهيم اذبح ولدك في النوم رؤية يعني رؤية بتاعت نوم يعني ما رسل لي جبريل عديل وحي عديل كذي مباشر الوحي العام في النوم وحي في النوم ما صحة قال لا النوم ده مياه وما ممكن ووه وإلى آخره وده نبي لا فلما أسلما شوف التربية ذاتها ولده رباه على التوحيد فلما أسلما وتله وتله تله منه تله ولده ليه عشان الله سبحانه وتعالى وتله على شنو قعدوا عليك رعيو للجبين وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا عباد الله كتار هم النون إنه من عبادنا المؤمنين لما نل في القرآن في أعظم كتاب يسجلك من المؤمنين ما قلت دربك مرق شكاية جماعة الناس تمش لي الله تلجأ إلى الله تتواصى بالحق خلي شيء أي شيء لله سبحانه وتعالى أي شيء عارض الدعوة يعارض الدين اذهب فيه اطلب ما عند الله وما تطلب الراحة مسكت الدين ده إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة قول تقيل دائر سواعد قوية ما دائر بالمزاج والله الليلة ما مسافر عندي وجع بطن لو وجع راس تمش طوالي والله ما مسافر لأني فتران فتران أمش قدام ما شفت الصحابة أبو عقيل أصيب يوم اليمامة أصابه لما خلاه أزبقى في آخر رمق فجاءه ابن عمر قال يا أبا عقيل أبشر قتل عدو الله مسيلم فرفع رمقه إلى السماء وبصره قال اللهم لك الحمد ثم أثنى على الله فمات ما تجرسوا شالوا الدين وما شبهوا دعوا للشرك صبروا على التوحيد حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى دعوا دي ماذا رامزية علي ديون إلا قضي ديوني حتى أنا أشتغل دعوة بيدينك اشتغل دعوة الله برحمك الرسول ما تدرعو يا أخي عن يهودي قل لي دين دين بتاع شنو والله أنا لو طوالي كل يوم اشتغلتها بدوني عين ادق عين أضان اشتغل دعوة تحصن وأدعو الله سبحانه وتعالى وأدعوه إلى الله قل لي الله سبحانه وتعالى صح التعبير ارفع قدرك بعدين لم يا أخي مندوب بتاع شركة زول بنادي الناس يقول لهم تعالوا اشتروا بسكويت بركة وبسكويت كابتن ماجد وبسكويت ايه و ايه و ايه بيدعو لبسكويت سيد الشركة بيدي عربية و ايكرموا و ادي مرتب و يزوروا و احترموا دعوا لي بسكويت تب تدعوا لي الله الله ما بيكرمك الله ما بيرحمك الله ما بيرفعك ولذلك تدعوا إلى الله و خليك في الدنيا دي وظيفتك اشتغل في السوق حدادة حلال اشتغل دكتور مهندس حلال لكن الوظيفة العظمى اللي بتعيش عليها الدعوة إلى الله تعالى و محروم الذي لا يتحرك لسانه دعوة إلى الله تعالى ولا يتحرك قلمه دعوة إلى الله تعالى ولا يتحرك جسده في سبيل ربه سبحانه وتعالى العضلات العندق دي والجسم والقوة دي كما شغلتها في الدين بيأكل الدود بتخذ جوة القوة دي بتأكل الدود الدود جوة بنتهي منا حرك في الدين الله بيرحمك ويرفع قدرك واصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يبصرنا من عمى وأن يرينا الحق حقا نزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطل نزقنا اجتنابه وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يرحم جميع هؤلاء الإخوة الحاضرين ويرحم أهل هذه الدار كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم أسأل الله يرحمهم فتحوا بيوتهم وقلوبهم وقلوبهم نحسبهم لله سبحانه وتعالى أسأل الله يفتح عليهم من رحماته إنه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا على حسين استماع وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله